أخر فقرات حلقة اليوم مشاهدين الكرام من خلالها نجدد تحية ونمسي بالخير على كل من ننظم لمشاهدتنا في هذه اللحظات إذن مشاهدين نتعرف أكثر على هذه الفقرة حيث اهتم العرب قديما بالفلك والنجوم فهي ضرورية لحياتهم ومواقيتهم فكانت النجوم علاماتهم ودليلهم التي اعتمدوا عليها وكانوا يستذلون بها في رحلاتهم هذا كان واضح سواء من خلال قراءتنا للكتب التاريخية والكتب المختصة في هذا العلم بالتحديد للتعرف أكثر على النجوم وأهم النجوم التي يعتمد عليها العرب معنا اليوم الأستاذ إبراهيم الجروان نائب المدير العام لمركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك مساك الله بالخير أستاذ إبراهيم وحياك الله معنا الله يحفظك نبغي نتعرف على هذه النجوم التي يستدل عليها العرب سواء في موارسهمهم في ترحالهم وما الذي يميز هذه النجوم أستاذ إبراهيم عن بقية النجوم التي تسمها النجوم الملاحية أعتقد طبعا النجوم الملاحية هي النجوم اللي يستدل عليها العرب سواء الملاحية يستدلون عليها في الاتجاهات وفي معرفة المواقع والاتجاهات وأيضا في رحلاتها رحلات البحر ورحلات البر وأيضا النجوم الأخرى الملاحية اللي يستدلون عليها في المواسم وأيضا تغيرات الأجواء يعتمدون على طلوع بعض النجوم وغيوب بعض النجوم طبعا في السمح نشاهد بحدود الستة آلاف نجم في العين مجردة طبعا في أفضل حالات لا في المدينة المدينة لا يمكن أن نشاهد أكثر من 500 نجم بالعين المجردة في وسط المدينة خاصة طبعا الألمع النجوم منها تسمى النجوم الملاحية طبعا بحدوء ألمع 60 نجم منها تسمى النجوم الملاحية بالإضافة إلى النجم الغطبي الذي هو مركز مركز دوران أو مركز حركة النجوم ودائما يقع في الاتجاه الشمالي طبعا النجم الغطبي لا يستدل فيه في المواقع لكن يستدل فيه في الاتجاهات جميل طيب النجوم هذه أنا استشف من كلامك بأن لها تأثير على الحالة الجوية أحيانا هل يستدل من خلالها كذلك على الحالات الجوية وحالات الطق الصغيرة؟ طبعا النجوم هي بعيدة جدا أو بعيدة كل البعد عن الأرض ملايين الكلمترات أو مليارات الكلمترات وبالتالي تأثير النجم الحقيقي هو تأثير معدوم نحن نتكلم حتى عن تأثير الشمس و تأثير القمر نتكلم عن تأثير محدود فالنجوم تقريبا معدمة من ناحية تأثيرها على الأرض لكن النجوم نفسه فقط هي تستدل في مواقع طلوحها ومواقع مغيبها هذه المواقع لها أوقات معينة لها طبيعة معينة طبيعة سواء طبيعة في الجو أو طبيعة في البحر أو أيضا طبيعة في سلوك الحيوان سلوك النبات متى موعد الزرع متى موعد الفسل هذه كلها المواعد معتمدة على أوقات الطلوع النجم نفسه صحي طيب أنا يمكن عندي سؤال يتعلق في الملامح اللي ربطها العرب بالنجوم هل هناك ملامح معينة يمكن أنا قبل شوي كنت حاب أنك تشوف معاي بعض الصور واللغطات اللي عرضناها للنجوم سوف نعود عرضها مرة أخرى طبعا العرب متعددة بيئاتهم من أهل البر إلى أهل البحر إلى أهل الجبال إلى أهل البادية طبعا حتى أهل البحر في جماعة معتمين بيئة الغوص وفي جماعة كانوا معتمين بيئة أو معتمين برحلات التجارية نحو العراق نحو أفريقيا نحو الهند طبعا كلا وظف هذه النجوم ومطالع النجوم وأيضا مواقع النجوم في ضمن احتياجاته الفعلية أهل البر أهل البادية كانوا أيضا نظرون إلى مواسم إنتاج له الرعي مواسم إنتاج له الأبل والغنم والشاة وأيضا مواسم له أنبات البر سواء في عموم شبه الجزيرة العربية على اختلاف اللي هي أنواحها أما أهل الزراعة كانوا يعرفون متى يبدرون ومتى يحصدون ومتى أيضا كل موسم من المواسم موسم بداية الرطب وموسم بداية باكرة الرطب في عمان في الإمارات في السعودي وغيرها أهل أيضا البحر وأهل الغوص كانوا يعدون أيضا موسم الغوص الكبير وموسم القفال وأيضا موسم اللي هو السمك الحين في الفترة الحالية يبدأ خاصم بداية شهر 7 يبدأ الهجرة نحو الأعماق الباردة تبدأ مياه البحر ومياه الخليج العربي تكون ساخنة جدا يتأذى من السمك يدخل في الأعماق الباردة طبعا يعود مع منتصف شهر 9 ومنتصف شهر يوليو يبدأ يتقترب من السواحل هاي الملامح كلها الطبيعية كانوا يعرفونها أهل اللي هو العرب كلا على بيئته فأيضا نلاحظ أنه في ملامح عامة الملامح المختصة بالجو وفي ملامح خاصة كل في بيئته وأيضا كل في موقعه أهل اللي بال أيضا ساعات مواقيتهم تتقدم عن أهل البادية بحكم المرتفع نفسه نعم صحيح وهكذا يعني حتى أهل البحر لما اتبعنا منهم بعض الرستات النجوم مثل نجم سيل وغيرها كانوا يرسدونها في وقت رحلاتهم فكانت مختلفة عن التقويم لنشاهدها في دولة الإمارات لأنهم يكونون عند العراق أو عند الهند أو حتى عند سواحل أفريقيا الشرقية فيعدون فيها ويستدلون فيها لكن هي مختلفة طبعا بعض الاختلافات عن ما هو فعلا حقيقة يرى في دولة الإمارات صحيح نحن أستاذ إبراهيم نتابع من خلال الشاشة هذه النجوم وطريقة توزيع هل تريد فقط لأستاذ المشاهدين؟ طبعا نشاهد هنا قريبا من الأفق الذي هو نجم اللامع الذي هو نجم سهيل نشاهد القريبا من الأفق الذي هو نجم ثورية هو نجم من برج الثور أو من مجموعة أو كوكبة الثور طبعا الدبران يعلو الثورية نشاهد أيضا الذي هو برج أو كوكبة الصياد الذي نشاهد فيها رجل الجوزاء يسمونه هنا العرب الجوزاء رجل الجوزاء ومينكب الجوزاء نشاهد عن منكب الجوزاء فيه بعض النجوم نشاهده في الصورة أسفل منكب الجوزاء هي يسمونها العرب الهقعة فهي أيضا من المنازل العرب من المنازل القمري من المشهولة عند العرب الدبران أيضا من المنازل القمرية الثرية هذه الصورة بالضبط تعكس تقريبا نهاية أبريل قبل غيوب الثرية وقبل غيوب الثرية اللي يسمونها العرب يولات الثرية ترافقها مع غروب الثرية جميل مساء نهاية أبريل جميل أنا تحديدا أتوقف عن نقطة البحر بما أننا سنكون في مناطق ساحلية قريبة من البحر في نقطة في غاية الأهمية في الحقيقة ألا وهي أن اليوم أصبح البعض لا يستغني عن الأجهزة الملاحية خصوصا للي يطلعون البحر وحتى اللي في البر والأماكن الأخرى وحتى اللي في الجو اليوم كذلك يعني من خلال طائرات وغيرها لكن هذه يعني أبرزت صفة في الإنسان عودتها على الاتكالية والاتكالية هذه أصبح اليوم الإنسان ما يستدل من خلال النجوم مثل ما كانوا يعملون يعني أهلنا قبل وأبائنا وأجدادنا لا أصبح اليوم اعتماد الكل حتى في تحديد المكان أو اللي يسمونها باللهجة المحلية المحدق من خلال هذه الأجهزة الملاحية بسألك عن هذا الجانب وهذه الجزئية وهل ما زالوا في ناس اليوم يستدلون من خلال رحلاتهم بالنجوم أم لا لكن أستأذنك وأستأذن أستاذ المشاهدين في أن نستمع إلى الإجابة مشاهدينا وغيرها من المحاور لكن بعد هذا الفاصل يا هلا ويا مرحبا بكم مشاهدين الكرام هذه عودة الاستكمال فقراتنا الأخيرة مع الأستاذ إبراهيم الجروان نائب المدير العام لمركز شارقة لعلوم الفضاء والفلك حياة كارلا من يديد الأستاذ إبراهيم كنت سألك تحديدا عن دخول الأجهزة الحديثة الأجهزة التغنية والتكنولوجية في هذا المجال تحديدا مجال الفضاء والفلك وتحديد المواقع وغيرها أصاب يعني هي لها آثار إيجابية بالتأكيد ولها جانب إيجابي لا ننكر هذا الأمر ولكن كذلك البعض ربما أصيب بالاتكالية نتيجة أو جراء استخدام والاعتماد بشكل كلي على هذه الأجهزة سواء في البر في البحر في تحديد مواقعي الصلاة وغيرها أنت اليوم ما رأيك في هذا الجانب يعني هل اليوم هذه الأجهزة يفترض أن نحن نعتمد عليها بشكل كلي أم هناك رأي آخر طبعا الأجهزة هاي أول شيء نلاقنا عنها عن تكنولوجيا الحديثة واستخداماتها لكن مثل ما ذكرت أنت هي تسبب الاتكالية أيضا تسبب عدم الإدراك الآن الشخص الذي أسأله عن موقع معين في الجي بي اس أو غيرها ممكن هو يستدله عن طريق الجي بي اس لكن يقول له وصف لي المكان ما يقدر يوصف المكان غير عن الشخص الذي يكون مدرك مدرك الذي هو الطريق نفسه إلى المنطقة نفسه العلوم الملاحية لا تقتصر على النجوم هناك تقتصر على شواهد أخرى نحن نسميها شواهد مثل الجبال مثل بعض الأشجار المشورة البحار كلها نحن هنا في الساحل الشرقي لدولة الأمارات من شاهد البحر نعرف أنه الاتجاه الشرقي من شاهد الجبال نعرف أنه في الاتجاه أعفوا البحر عندنا في الاتجاه الغربي الجبال في الاتجاه الشرقي فهناك شواهد الواحد يستدل فيها على المكان ويبدأ أيضا يحدد فيها الاتجاهات ويحدد الوقت طبعا النجوم لا تزال تدرس حتى الآن في العلوم الملاحية في الطيران وفي أيضا سواء عند قائد طيارات وقائد الأساطير البحرية القبطان وغيرها في الدراسات العلوم البحرية لا بد من دراسة الملاحة السماوية كجزء أساسي يعتمد عليه لا تزال حتى اللحظة يعتمد عليها وأجهزة الأولية التي كانت كانوا العربية يستخدمونها السودة وغيرها في أجهزة مطابقة لحديثة وتعتمد على الرصد الفعلي للأجرام السماوية طبعا الأجرام السماوية مثل ما ذكرنا هي غير قابلة للخطأ في الرصد أحيانا نشاهد أو نسمع بي حوادث تكون خاصة في الصيف في الجزيرة العربية بالعموم يكون الشخص أخذ الاتجاه الخطأ بالرغم من كونه من كون عنده التلفون وعند الجي بي إز وغيرها لكن العطل التكنولوجي كان يؤدي إلى كهارثة ويؤدي إلى حياة أسرة تهت في الصحراء سواء في الصيف أو في الشتاء بسبب عدم الحاطة بالمعارف الأساسية عن الملاحة أو عن العلم وأدت لحالات وفاة في الحقيقة اليوم دعنا نقول ما هي الأبسط المبادئ الأساسية التي من خلالها يمكن أن نتعرف على دعنا نقول رحلة بر أو البحر نريد أن نعرف جهة القبلة مثل ما أنت تفضلت تريد أن تعرف المكان الأقرب إلى المدينة أو إلى الساحل بدل ما تتجه إلى الجهة الخطأ وبالتالي ربما يتعطل الجهاز وقد يؤدي إلى حوادث لا تحمد عقبها طبعا قبل أن يعني أسرب أو عاقب على السؤال فيه تعقيد بخصوص أن بعض في حوادث أخيرة سمعنا بها أنه شخص تاه في الصحراء أيضا في منطقة في الجزيرة العربية وكان على بعد ساعتين مشي من أقرب قرية أو مدينة لي جهل منه في الملاحة أو في العلوم الملاحية أو في المعارف نفسه طبعا اتخذ لتجاه الخطأ وتعمق في الصحراء مشى تقريبا ست ساعات وعثر على جثته في عمق الصحراء بالرغم أن السيارة المتعطلة كانت قريبة من المدينة أو من قرية مسافة ساعتين طبعا طبعا الأقرب نحن يوم تكلمت عن العلوم الملاحية العلوم الملاحية الجزء الأساسي منها العلوم الملاحة السماوية التي تعتمد على مواقع النجوم ومواقع الأجرام السماوية الشمس والقمر كذلك مثل ما ذكرت قبل قبل التي تعتمد على بعض الشواهد الجبال وغيرها ومعض الملامح التضارسي الثابتة طبعا نحن هنا في دولة الإمارات نعتمد على الحالتين يعني عندنا معالم تضارسية واضحة الجبال الحجر عندنا البحر وكذلك النجوم يعني نتكلم عن الأباء الأوليين كانوا يعرفون يعرفون أن البحر في اتجاه القبلة في اتجاه البحر بالنسبة للساحل الغربي لدولة الإمارات لو تشوفون نجم القطبي أو الياه يعرفون متى ما استقبلت الياه استقبلت الياه فتكون اللي هي على إيدك اليسار القبلة أو في الشمال اللي هو في اتجاه الغرب فهذه الأشياء كان العربي يعرفونها أو أهل المنطقة يعرفونها ممكن النقطة الأخيرة اللي ذكرتها هيتكون في دولة الإمارات لكن أي منطقة أخرى في العالم طبعا ما تصح فيها لكن هي تؤثر أو تختص فيها دولة الإمارات أو تختص فيها هذه المنطقة وكل منطقة إلها بلامحها وإلها خصائصها البيئة المختلفة ذكرت أسماء بعض النجوم اللي دائما ما يذكرها العرب في الحقيقة مثل الياه أو السهيل أو الثرية يعني ارتبطوا فيها العرب ارتباط كبير حتى في قصائدهم حتى في أسماءهم الشخصية يعني ثرية يعني هذه من أسماء الإناث البعض كذلك يسميه سهيل أو الياه أو غيرها طيب اليوم يعني ما سبب مثل هذا الارتباط لماذا يذكرها العرب دائما في الحقيقة وما هي حقيقة مثل هذه التسميات ومثل هذا الارتباط طبعا العرب تعلقوا بالسماء من فجر تاريخ ممكن لصفاء الجو عندنا هنا في الجزيرة العربية بالعموم وأيضا السماء صافية قلت السحب والغيوم والأمطار تبدأ الناس ما عندهم معالم يطالعونها في هذه الصحراء الشاسعة بدأوا يتوجهون للسماء تخيلوا فيها نهر المجرة ما عندهم نهر في الجزيرة العربية وضعوا فيها نهر قالوا هذا نهر المجرة المجرة الدرب التبانة الثرية قالوا لما تظهر تطلع مع وقت الثروة وقت الرطب تصغير للثروة قالوا هذه ثرية وأيضا أطلقوا عليها طلوع تفائل بطلوعها السهيل السهيل هو في الجنوب بالنسبة لمعظم أهل الجزيرة قالوا السهيل السهيل يماني بالنسبة إلى اليمن في الجنوب وأيضا وضعوا أساطيرهم كان هو عشار أو قاطع طريق وهرب إلى الجنوب فهرم فيه حتى في الطبيعة لما شاهده نجم لامع وحيدا وسط مجموعة من النجم الخافتة وضعوا فيها أساطير أيضا وضعوا فيها أشعار وقصائد بعض الشعراء الذين أبدعوا أحدهم كان الربيب ما يحضرني اسمي لكن في أحد الشعراء والله في الحقيقة كثير من الشعراء سواء اللي يشعرون بالشعر العربي الفصيح أو حتى بالشعر النمطي أستاذ إبراهيم لكن يمكن أن أستغل الوقت المتبقي أبرز ملامح الموسم الحالي والموسم المقبل كذلك أستاذ إبراهيم يشاهد في دولة الإمارات يشاهد نجم الثرية تقريبا في صبيحة السابع من يونيو تقريبا بحدود العشرين يوم طلع نجم الثرية بطلوع نجم الثرية تبدأ فترة القيض عند العراب العراب تعرف القيض وهو شدة الحر تبدأ من طلوع الثرية لحتى طلوع سهيل في هذه الفترة طبعا طلعت ثرية في السابع من يونيو النصف الأول من الفترة تميز بنشاط الرياح يسمونها الرياح الشمالية وشمالية غربية نشطة نلاحظها وجافة نلاحظ الأجواء بالرغم من حرارة الجو لأن الأجواء يعني الرطوبة محدودة بالنسبة لنا في عموم الجزيرة العربية تبدأ هالرياح يسمونها البوارح فيه بارح ثرية وبارح الكبير وغيرها وهي طبعا مشهورة عند أهل البادية الجزء الثاني من القيض تبدأ الرطوبة التي يبدأ من نص شهر سبعة تبدأ الرطوبة العالية في التغان على الأجواء الخاصة في الفترات الصباحية وفي الفترات المسائية تبدأ أمطار الروايح نشاهدها فوق جبال الحجر في الإمارات وفي عمان تنشط هذه الروايح مسببة بأمطار رعدية إلى أن يطلع السيل ويوم يطلع السيل أيضا طلوع السيل نفسه ليس علامة على اعتدال جو إنما علامة على انكسار شدة الحرارة أستاذ إبراهيم بنقيض دبا إن شاء الله وبنشوف مقيضها هذه من ضمن كذلك الأقوال المتداولة في الحقيقة عندنا هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة يمكن نظرا لم تتسم دبا من النسيم العليل ومن الجو اللي في فترة الصيف اللي يعتبر مقبول نوعا ما نسعدت واستفدت في الحقيقة من كم المعلومات التي اتفضلت وذكرتها كل الشكر والتوفيق لك أستاذ إبراهيم على ما قدمت من معلومات مهمة وبإذن الله لأن اللقاءت مقبل إن شاء الله شكرا الله يحفظك إذن مشاهدينا وصلنا للختام دمتم في حفظ المولى إلى اللقاء بإمكانك متابعتها في أوقات الإعادة أو على الموقع التالي اشتركوا في القناة